ما فيش حد فينا ما بيتعرضش لضغوط نفسية لكن الاختلاف شخص عن اخر هو ازاي نقدر ان احنا نواجه الضغوط دي ونتجنب مخاطرها السلبية الكبيرة جدا سواء كانت نفسية ايضا او سلوكية او جسدية يعني احنا كنا بنتكلم في الفقرة اللي قبل كده عن مرض السرطان ربنا يعافي الناس كلها قد يكون مرض السرطان نتيجته الظروف النفسية او العكس وجود مرض السرطان بيؤدي للإحباط وظروف نفسية سيئة ازاي نقدر ان احنا نواجه كل هذه الظروف السيئة المحيطة بينا ده اللي هنعرفه من خلال وجود ضفتنا دكتور اسماء توفيق استاذ علم النفس بكلية الدراسات العليا للتربية بجمعة القاهرة اهلا بحضرتك معنا اي دكتور اهلا نوس اهلا كلام اللي قلته في البداية صح انه ممكن يكون مرض الكنسر هو اللي بيؤدي للحالة النفسية او العكس تمام طبعا هو يعني الامراض عموما او الحالة الفيسيولوجية للجسم ممكن تكون احد الاسباب اللي بتسبب ضغوط على الفرد لان اسباب الضغوط احنا لو حبينا نتكلم عنها يعني بنلاقيها يعني نوعين نوع بنسميه اللي هو داخلية المنشأ او اللي احنا نقدر نقول عليه نابع من جوه الفرد زي زي محضرتك تفضلتي كده الامراض الحالات المرحلة النمو اللي بيعدي بيها الفرد يعني زي مرحلة المراهقة مثلا بيبقى فيها ضغوط كتير شوي على الملاد او وكذلك الامراض اللي ممكن ممكن بقى تكون ظهور مرض مفاجئ زي الكنسر زي بحك تفضلتي ده ممكن يكون يشبب ضغط على الفرد او شكل من الاشكال التغوط للفرد حاجة تانية كمان بقى غير الامراض ممكن برضو يكون داخلية المنشأ زي الافكار او المعتقدات اللي بتبقى جوه الفرد نفسه يعني افكار في الغالب ممكن تكون خاطئة سلبية او بالضبط وتكون مسبب باله نوع من ان هو يهاب موقف معين او شيء معين فدي خليه يشعر بضغط عليه زي مثلا رايح بيقدم على وظيفة وهو حاطت في دماغه ان لأ هم مش بياخدوا حد كده لازم يكون حد فيه بالضبط او من يكون فيه حد متوسط لي او كده ممكن يكون فيه حاسس بان هو حظه وحش ودايما حاطت في دماغه ان هو مهما اي مجال حيسلكه هتقابله مشكلات لان هو طبيعي حظه وحش فالافكار الخاطئة دي ممكن هي كمان تعمل لود على الفرد نفسه او تسبب شكل من الاشكال الضغوط عليه فيه ضغوط تانية بقى ممكن تيجي اللي هي بنسميها خارجية المنشأ او اللي هي بتيجي نتيجة بقى للبيئة اللي موجود فيها الفرد زي العلاقات الاجتماعية يعني عدم استقرار العلاقات الاجتماعية بزداد عدم استقرار الالقاء او موقف اجتماعي كمان هو نفسه اتحط فيه زي رايح يدي محاضرة في مكان لسه اول مرة او في ميتنج هيعمله مهم بالنسباله او كده ده بيبقى شكل من اشكال اللود بس ده شيء طبيعي يا دكتور شيء طبيعي ما هي الطبيعي مش كلها وحشة يعني الدقوط احيانا بتكون ايجابية لان هي بتحفز شوية الى لمت معين او الى مدى معين بعد كده ممكن بقى لو زادت عن حدها تعمل مشكلة للفرد يعني لو الاطفال الصغيرين مثلا لما بيقابلوا حد من الغرباء بيبقى خايب الموقف بالضبط هايب الموقف بيبقى ده شيء كويس لانه بيتعلم منه خبرات هيقاصة هيه هيعمل في وقتها سترس عليه هيبقى هو الولد خايف او قلقان او مضطرب لكن بالتكرار ده هيشعر ان ده امر طبيعي يقدر يتفاعل مع الناس يعني لكن لو كانت الضغوط يعني على طول على طول الفرد في ضغوط ده بقى اللي ممكن او الضغوط زادت عن الحد لان هو الضغط ما هو الا يعني بيبقى فيه امكانيات معينة عند الفرد او قدرعات معينة وفيه متطلبات زايدة عنها فده يعمل الشكل من اشكال سترس عليه لانه مش قادر يوفي بالمتطلبات المطلوبة منه فيبتدي ده يشعره بالشكل من التوتر او الضيق اللي ممكن من خلاله يعني يوصل لحالات اكبر يعني ممكن يوصل لحالات اكتئاب او انسحاب من التفاعل من الجماعة يعني من المجتمع لانه هو مش قادر يوفي المتطلبات بتاعته ده برضو من اسبابها من اسباب الضغوط الحوادث اللي ممكن تحصل لحادثة مفاجأة او حد يفقد حد عزيز عليه او كده فده يعمل له لود او ضغوط لفترة ممكن لو هو قدر يتعافى نتيجة لحد المساندات اللي حواليه الامر هيعدي لكن لو هو ملاقاش حد يقدمه المساندة المطلوبة او هو نفسه كانت انفعالاته شديدة شوية فتمادة في الحزن او في استسلم للضغوط دي بمعنى صح بنلاقيه بقى بيوصل لحالات اكتئاب ومشكلات نفسية اخرى يعني يعني كلنا ممكن نتعرض للضغوط لكن حد بيستحمل وحد ما بيستحملش اللي ما بيستحملش ده بقى هل المفروض هنا الاسرة ليها دور من المنشأ من الاساس والولد او البنت صغيرين تبتدي ان هو تعلمه ازاي واجه المواقف المختلفة اللي بيقابلها ولا ايه اللي بيحسن؟ هو زي ما حضرتك تفضلت هو كل حد فينا بيبقى عنده قدرة على تحمل الضغوط مختلفة عن الأقل اللي طبعا راجع لتكوينه الجسدي والنفسي والهيرمونات اللي موجودة في جسمه افرازها شكله ايه كل الحاجات دي بتتفاعل وبتنشئ قدرة الفرد على تحمل هذه الضغوط هذا الاسرة دورها هنا ان هي تنمي الحاجات اللي ممكن تساعد الفرد سيكولوجيا على ان هو او نفسيا يعني ان هو يقابل هذه الضغوط زي مهارات التحدي والصلابة النفسية والمرونة ان هو يكون عنده مرونة لما يبقى فيه ضغط يقدر يعني يغير من الطريقة يختار بدايل بالضبط يعني هو من خلال يعني لو الاسرة من بداية تربيتها للطفل قدرت ان هي تنمي ده فيه او الشخص اللي قريدي بيبقى عنده المهارات دي قوية حد عنده صلابة نفسية قوية او حد عنده مرونة قوية حد عنده مهارات تحدي قوية ده بيؤدي الى ان الشخص ده عنده جرأة على مواجهة الضغوط دي او ان هو يتفاعل معيها بشكل ايجابي يعني يجد لها حلول يعني هي المهارات النفسية دي او تحدي المشاكل ده شيء فطري ولا احنا بنتعلمه لا طبعا هو هو الى حد كبير الجوانب الشخصية بتبقى متعلمة اكتر منها فطرية يعني الاسرة ممكن تساعد الطفل على ده او ممكن تساعد ابنها ان هو يتعلم هذه المهارات اللي بيبقى فطري او اللي بيبقى موروس بيبقى يعني الحاجات الفيسيولوجية اكتر يعني هو بيبقى وارث يعني قدرات معينة زي سي مثلا ان هو مقابل موقف معين في حد بينفعلش بينفعلش بسرعة او نتيجة لان هو فيه هرمونات عندنا في الجسم بتعمل ده بالتالي خلينا بقى نتكلم على الحد بتاعت الهرمونات دي لان هي فعلا لها دور كبير في كل ردود الافعال اللي احنا بنعملها في المواقف اللي بنتعرض لها لكن بعد التقرير نشوف تقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية موسيقى من ضغوطات الحياة او الكابت اللي احنا شايفينه كشباب او كناس كوار برضو ان احنا نرفع عن نفسنا في خروجات في فوسح اهو فعلا الموسيقى بتخلي الواحد في حالة نفسية الموت بتاعه زي ما هو عايز عايز رلاكس بيبقى رلاكس عايز رومانسية بيبقى عايز اكتعب بيبقى مكتئب كل فرض عنده ضغوطه نفسية ما تقوليش ما تقوليش ان فيش واحد تخلص منها بقى ان انت بتجعل لنفسك وقت معين من يومك مثلا اه وقت فراغ بسيط تقدر ترفع عن نفسك فيه اه مثلا تمارس هواية معينة اه تلعب رياضة بتحبها اه تقعد قاعدة على مكان معين انت بتحبه تقدر تطلع فيه الضغوطات اللي عندك او تصفي ذهنك في الوقت ده وتمارس شيء بتحبه يعني الانسان بيلعب على نفسه من خلال الموسيقى من خلال فكره بينمي كل حواسه طبعا هي تحرق كل اجزاء جسمه نفسيا وجسديا وعقليا كمان بتنشط الدماغ لازم تبقى فيه اتصال بينك ومن ربنا صريح جامد قوي عشان تتخلص من ضغوط الحياة بعبادة وذكر وطبعا في بلاد النبي صلى الله عليه وسلم صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم من اجمل الحاجات اللي تتخلص من ضغوط الحياة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احنا نكون قريبين من ربنا وفيه واحد قال ان احنا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام دكتور اسماء انتباعك ايه عن قراء الناس الحياة هي فيها كلام كتير جدا سليم وده واضح ان المصريين بيعانوا من ضغوط كتير صحيح فبيجدوا الحلول هو فعلا احنا نتخلص من الضغوط اللي علينا معظم الحاجات اللي قالوها اشتركوا المشاهدين طبعا سليمة ان احنا نكون قريبين من ربنا ان احنا نناجي ربنا ونبقى يعني اوير تدرع اه وعلى واعي بان مش هيحصلنا غير اللي ربنا كاتبهن صحيح فده اللي هيخليني اعدي اي موقف يعني وان دايما ربنا بيختاري الاحسن فده يكون الفرد مؤمن بده او عنده عقيدة بده ده بيخلي يعني في تصرفاته طبعا بيكون رادي فبيقلل ضغط شوية بيقلل ضغط شوية عن نفسه يعني برضو ممارسة الرياضة زي ما قالوا من الاشياء اللي فعلا بتخفض الضغوط جدا لان الفرد بيخرج طاقة عنده بتخليه بتساعده حتى على الاعراض زي مثلا الارق او اضطرابات النوم اللي بتحصل نسيجة للضغوط الرياضة بتساعد على ان ده يقل وكمان بتساعد على انتظام الدورة الدموية برضو زي ما تفضلوا ان الترفيه شيء مهم جدا لان الفرد يخرج من الضغوط لان هو لو احنا فعلا فضلنا مستسلمين للضغوط بتاعتنا احنا هنوصل لحالات نفسية صعبة جدا يعني اوصحة نفسية بتاعت الفرد بتنهار تماما نتيجة لتكرار الضغوط عليه لكن اوقات الترفيه شيء مهم جدا ان الفرد بينفس عن نفسه بيخرج من فعالاته بيحسس ان هو عايز تغيير يعني فبيبتدي يعمل ده من الحاجات برضو المهمة جدا في التخفيف من الضغوط ان الفرد يتكلم مع حد يعني الفاتفاضة دي او بالزبط اللي احنا بنسميها الفاتفاضة ويمكن دي السيدات بيبقوا انجح فيها من الرجال الرجال دايما لما بيبقى عندهم مشكلة بيبقوا كتومين شوية بالزبط او بيفكر فيها لوحده ما بيحاولش ينفس ده لكن دايما البنات او السيدات بيميلوا الى ان هما يحكوا الاختهم لصديقتهم ياخدوا رأي الناس في المشكلة بتاعتهم فده بيساعد كتير من تقليل الضغوط يمكن انا ما بتكلم احد واحكي له واسمع رأيه او مجرد ان انا اتكلمت ده بيخلي حدة الضغط بتقل اعتقد ان ده كمان شكل من اشكال العلاج السلوكي يعني لو هنرجع مرة تانية للفقرة اللي قبل كده اللي هي الكنسر بيجمعوا الناس يا دكتور مع بعض المتشبهين في الحالات ويبتدوا بس ان هما يتكلموا يحكوا خبراتهم ويتكلموا فده فعلا بيقلل لذلك دايما لو حتى حد ما عندوش خرصة انه يتكلم مع حد المفروض يكتب يعني لو هو بيطلع الجواه بالضبط يطلع الجواه ويكتب ممكن في بعض الحالات العلاجية بيطلبوا من الفرد انه يتخيل ان الشخص اللي عامل عليه اللود او سيه مثلا مديره في الشغل مدايقه فيتخيل انه هو موجود معي ويبتدي يكلمه يعني احد اسمها استراتيجات الكرسي الفارغ يتخيل انه هو قدامه على الكرسي ده ويقوله كل اللي هو عاوز يقوله بس لو دخل عليه حد بقى وليه بيتكلم نفسه بالوضع ايه لو طبعا بيبقى في قد او في مكان ما بيوش حد يعني بس هو كده بيقلل الانفعالات يعني بيبتدي حدة الانفعال بتقلل نتيجة لانه هو نفس ده حاجة برضو تانية من الاشياء اللي ممكن تتواجه ضغوط المأكلات نفسها للفرد نوعية الاكل او بالضبط نوعية الاكل اللي بتناولها ففي مأكلات بتزود الهيرمونات المسؤولة عن الالتزال المفعالي او عن السعادة زي ايه بقى الدخل زي اللي احنا بنسميها اطعمة الراحة زي اللبن الحليب والشوفان والكربويدرات عموما دي بتؤدي الى ان الفرد بيشعر يعني بيستر هيرمون اللي هو سيريتونين الهيرمون دوا بمسؤولة عن السعادة يعني ان الفرد يشعر بالسعادة وفي نفس الوقت بتقلل الهيرمونات الاخرى اللي هي زي مثلا الادرينالين او الهيرمونات المسؤولة عن شدة الانفعال بعض المأكلات الاخرى زي الشوكولاتة مثلا الشوكولات اللي هي الدارك منها ده بيبقى فيه مضادات اكسادة قوية بتعمل ده ان هي بتخلي الادرينالين يقل في الجسم فشدة الانفعال بتاعت الفرد بتقل الاطعامة الحمضية عشان كده دايما لمحادي دايق يقولوله وعملوله كوباية لمون او الحمضيات عموما سواء اللمون او البرتقال او اليوسفي او الحاجات دي كلها بتقلل الانفعالات او شوية بتهدي بتقدي الى ان الفرد يهدى يعني شوية فالمكسرات اللوز بالذات بيبقى فيه كتير مضادات اكسادة وفيه زينك بيخلي الفرد يهدى الافوكادو الحاجات اللي هي كلها بتبقى فيها مضادات الاكسادة دي بتساعد او فيتامين سي الحاجات دي بتساعد على ان الفرد فعلا يقدر يتحكم فيه مفعالاته حاجة كمان تنظيم الوقت يعني تنظيم الوقت من الحاجات المهمة جدا علشان تخفيف الضغوط يعني فيه دراسات كتير اتعملت فيه قريب دراسات اتعملت في الرياض في السعودية على اكبر رؤساء اللي هم المدرأ بتاع الشركات الكبرى عايزين يشوفوا العلاقة ما بين شعورهم بضغوط العمل وتنظيمهم للوقت فوجدوا فعلا ان فيه علاقة قوية جدا بين تنظيم العمل يعني التخطيط للوقت وتنظيم التفاعل مع الاخرين والحاجات دي كلها بتؤدي الى ان هم يقللوا من شعورهم بالضغط يعني وكل ما قلت مهارات ادارة الوقت دي لديهم ده بيقضي الى زيادة شعورهم بالضغط يعني لو الوقت تنظم هيينجز اكتر هيشعر بالرحة هيبقى فيه ترتيب للأولويات هيبقى فيه ترتيب للأولويات فممكن يعني ناس كتير مننا بتتأخر في شغلها علشان ترتيب الأولويات لديها بيكون مش مضبوط يعني فيه اكتر من وسيلة كل واحد يختار الطريقة اللي تناسبه علشان يقلل من الضغوط النفسية اللي بيتعرض ليها ويتجنب ايضا التداعيات بتاعتها سواء كانت نفسية او جسدية او سلوكية دكتور اسماء توفيق اساس علم النفس بكلية الدراسات العليا بالتربية جمعة القاهرة مرسيل وجود حضرتك معنا شكرا شكرا مرسيل وجود